اليوم نفرجيكم كيف نعمل من الحليب أكثر من الشغلة نعمل كريمة الكيك الخفق و كريمة الطهي نحول كريمة من حليب لكريمة و من كريمة لزبدة و نحولها من زبدة لسمن و ممكن نحولها من سمن لكراميل حليب طازج من المزرعة حليب المزرعة طازج و غني بالدهون على النار خفيفة نتركه يغلي لمدة عشر دقائق بعد عشر دقائق نطفئ النار و نترك الحليب في المطبخ يبرد تماما بعد مبرد نرفع القشطة و نخزنه بالفريز بالمجمد نرفع على المجمد نكرر نفس الشي نكرر العملية نفس الشي و يمكن نحصل على الكمية في غضون سبوع أو شهر حسب استهلاككم للحليب أصبح هذا الحليب قليل دسم نوضعه نجمعنا الكمية و نوضعه بالتلاجة حتى يزوب تماما خدنا الحليب من التلاجة نعمل كريمة الخفق ما الفرق بين كريمة الخفق و كريمة الطبخ يمكن استخدام كريمة الخفق في الطهي أما كريمة الطهي فلا يمكن استخدامها للخفق السبب هو كريمة الطبخ نسبة القشطة فيها قليلة لذلك يجب أن نكون أرخص نخفق حوالي أربع دقائق ما نبالغ بالخفق من شان ما تفصل معنا هيك أصبحت كريمة جاهزة هيك أصبحت جاهزة للكيك نحول الكريمة الى الزبدة نقفق حتى يفصل الماء تماما نستمر بالخفق حتى يفصل الماء تماما نسبة الدهون في الحليب أعلى من خمسة بالمية الحليب اللي أنا استخدمته نسبة الدهون بالكريمة تزيد عن خمسة وثلاثين بالمية ونسبة الدهون بالزبدة تزيد عن خمسة وسبعين بالمية ونسبة الدهون بالسمنة البلدة هي مية بالمية هيك الزبدة جاهزة لا تستخدموا بديل الزبدة بديل الزبدة والمنسميات الثانية هي عبارة عن زيوت مهدرجة وغير الصحية عشان هيك بتكون سعرها رخيص بنحول الزبدة إلى سمن بلدي على نار خفيفة عند الغليان بنعد عشر دقائق النار أها مش تكون النار خفيفة هيك نتركها عشر دقائق تغلي هيك أصبحت بعد عشر دقائق جاهزة بنصفيها في وعاء زجاجة نتركها تبرد تماماً يمكن التخلص من باقي السوائل بمعلقة أو بورق أو بورق انظيف هي هي طبعية وصحية إذا تم استخدامها باعتدال نتركها حتى تبرد تماماً هيك السمن البلدي جاهزة أنا وضعتها بالبلكون عشان تبرد بسرعة بقلبها من الساعة فيها دفاوة والساعة من جوة فيها دفاوة هيك أصبحت جاهزة مثل ما انتم شايفين وإذا بدكم نحول السمنة إلى كراميل بدون سكر للكيتو اكتبوا إلي تحيات بالتعليقات في أمان الله تنزلونا بوصة جديدة اتمنى الاشتراك بالقناة شكراً كتير لكم إذا أعجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة ترجمة نانسي قنقر